مادة الويراثة DNA DNA The Genetic Material ماذا تفعل يا عبدالله؟ أقوم بتجربة هاتف الجديد إنه يفتح عبر بصمة العين هذا مذهل دعني أجرب لا يا سالم هذا لن ينفع فبصمة العين عندي مختلفة عن بصمة العين عندك لماذا؟ لأن كل مخلوق حي يمتلك صفات وراثية يختص بها دون غيره سبحان الله وما سبب هذه الاختلافات والتنوع في صفات المخلوقات الحية؟ إنها مادة الوراثة الموجودة في أجسام المخلوقات الحية فجميع المعلومات الوراثية المسؤولة عن ظهور صفات الجسم كلون العيون والشعر والطول وغيرها تكون مخزنة داخلها وهي المسؤولة عن نقلها من جيل إلى آخر حقا؟ وأين توجد المادة الوراثية في الجسم؟ لم يكن أحد يعرف أين توجد لكن في منتصف عام 1800 ميلادية اكتشف العلماء وجود جزيئات كبيرة داخل نواة الخلية وفيما بعد تبين أنه تتواجد داخل النواة الكروموسومات وكل كروموسوم يتكون من سلسلة طويلة ملفوفة حول بروتينات كالخيط الملفوف حول كرة وهذه السلسلة مكونة من مركب كيميائي يسمى الحمض النووي منقص الأكسجين أو دي ان اي إذن دي ان اي هو المادة الوراثية في الخلية ولكن كيف يبدو شكل جزيئ دي ان اي؟ هذا ما قامت العالمة روزاليندا فرانكلين باكتشافه في عام 1952 ميلادية فقد اكتشفت أن دي ان اي يتركب من سلسلتين من الجزيئات لهما شكل لولبي وبالاعتماد على الأشعة السينية توصلت إلى أن شكل دي ان اي يشبه السلم الحلزوني ترى مما يتركب هذا السلم وماذا تمثل درجاته؟ سأخبرك في عام 1953 ميلادية استطاع علمانهما جيمز واتسون وفرانسيس كريك بناء نموذج لجزيئ دي ان اي ومما يتركب يتركب جانباء السلم الحلزوني من تعاقب السكر وهو السكر الخماسي منقص الأكسجين ومجموعة الفوسفات في حين تتكون درجات السلم من جزيئات تسمى القواعد النيتروجينية حيث يحتوي جزيئ دي ان اي على أربعة أنواع من القواعد النيتروجينية هي الأدنين A والثايمين T والجوانين G والسايتوسين C وتكون القواعد النيتروجينية مرتبطة في أزواج كل زوجين معا حيث يرتبط الأدنين في السلسلة الأولى مع الثايمين في السلسلة المقابلة ويرتبط الجوانين في السلسلة الأولى مع السايتوسين في السلسلة المقابلة وهكذا تكون كمية الأدنين في الخلية تساوي دائماً كمية الثايمين وكمية الجوانين مساوية لكمية السيتوسين تماماً يا سالم وهل لتركيب جزيء DNA هذا علاقة بدوره في نقل المعلومات الوراثية؟ بالتأكيد فقبل انقسام الخلية يجب أن تتضاعف كمية DNA لينتقل إلى الخلايا الجديدة حيث يتم فصل السلسلتين في جزيء DNA إحداهما عن الأخرى بمساعدة إنزيم يسمى إنزيم فكل التواء ثم ترتبط قواعد نيتروجينية جديدة بالقواعد النيتروجينية الأصلية المتممة لها أي أن القاعدة النيتروجينية A ترتبط مع القاعدة النيتروجينية T والقاعدة النيتروجينية C ترتبط مع القاعدة النيتروجينية G فينتج جزيئان جديدان متطابقان يحملان ترتيب القواعد النيتروجينية نفسها في الـ DNA الأصلي أحسنت وبهذه الطريقة تحصل كل خلية جديدة على المعلومات نفسها الموجودة في الخلية الأصلية والآن يا سالم سأقوم بتعريف بصمة عينك على الهاتف لتجربه بنفسك حسناً ولكن سألخص أولاً ما تعلمته اليوم جزيء DNA هو الحمض النووي منقص الأكسجين وهو المادة الوراثية في الخلية التي تحمل الشفرات الوراثية لها يتركب جانبات سلم الحلزوني المكون لـ DNA بناء على نموذج واتسون وكريك من جزيئات السكر والفوسفات أما الدرجات فتتكون من القواعد النيتروجينية الأدمين ويرتبط مع الثايمين والجوانين ويرتبط مع السيتوسين عندما يتضاعف DNA تكون النسخة الجديدة مماثلة للنسخة الأصلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر